موسيقى نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعنوين رئيس الدولة يقرر تعليق النقاش حول وثيقة قرطاج 2 لأجل لاحق بسبب تمسك كل الأطراف بمواقفها حول النقطة الرابعة والستين مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يقرر نتائج الانتخابات البلدية الجزئية بدائرة الانضيلة ويؤكد عدم تسجيل أي خرقات موسيقى وندوة دولية حول ليبيا تنظمها فرنسا تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة ورئيس الجمهورية يغادر إلى باريس للمشاركة في أشغالها الثامنة نصف من تونس ألا بكم في ظل تواصل الخلاف حول النقطة الرابعة والستين من وثيقة قرطاج 2 المتعلقة بالتحوير الحكومي قرر رئيس الجمهورية الباجي قيد السبسي تعليق النقاشات حول هذه الوثيقة في ختام الاجتماع المفتوح للمواقعين على وثيقة قرطاج 2 قرر رئيس الجمهورية الباجي قيد السبسي تعليق النقاش حول هذه الوثيقة إلى أجل لاحق قرر السيد الرئيس الجمهورية تعليق العمل بوثيقة كارتاج إلى أجل لاحق وهذا كل ما تم الاتفاق عليه ويعود هذا التعليق إلى تمسك كافة الأطراف المشاركة بمواقفها فيما يتعلق بالنقطة الرابعة والستين من الوثيقة الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد أنه يحترم قرار رئيس الجمهورية تعليق النقاشات ولكن للمنظم رأي في إطار سلطات القرار التابعة لها كل المتمترس موقفي فيما يتعلق بالنقطة 64 المتعلقة برئيس حكومة جديد ففي هذا الإطار السيد الرئيس الجمهورية طلب معناها التعليق العمل بوثيقة كارتاج هذا رأيه بتابعة الحال وإحنا كمنظمة عنا رأينا في إطار سلطات القرار التابعة أنا بالنسبة لي أنا اليوم ما عادش ملزم بي حتى شايف في المقابل تشدد حركة النهضة على أهمية الاستقرار واستمرارية الحكومة في إطار التوافق مؤكدة التزامها بهذا المبدأ وفق ما تقتضيه ظرفية البلاد نحن تبنينا وجهة نظر الإصلاح في إطار الاستمرارية بلادنا تحتاج لإصلاحات بلادنا تمر بظرف دقيق بظرف اقتصادي ومالي دقيق تقديرنا بأن التغيير اليوم لا يمثل مصلحة لتونس مش وقته وأكدنا على أن سياسة التوافق لا نزال ملتزمين بها ولا تزال البلاد محتاجة للتوافق نحن عندنا كفاية من الصعوبات وكنا نأمل أن المخرج الوحيد أو الطريقة الوحيدة هي الوفاق الوطني وهو العمل مع بعضنا مهما كانت ماضينا ومهما كانت توجهاتنا تعليق النقاشة حول وثيقة قرطاج 2 على اختلافات بين شقين لا يعني انتهاء العمل بها أو إسقاطها وفق الموقعين ما يجعل فرضية العودة إلى الحوار قائمة أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية التي جرت أمس بثمانية مراكز في الدائرة الانتخابية بالمضيلة من ولاية قفصة أقرى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج الانتخابات البلدية الجزئية التي جرت أمس بدائرة المضيلة والقاضية بفوز نداء تونس بخمسة مقاعد والناظا بأربعة مقاعد والجبا الشعبية بمقعدين وحزب الخضر للتقدم بمقعدا واحد وتحصلت القائمة المستقلة على ستة مقاعد اليوم كمجلس الهيئة اجتمعنا وقررنا المصادقة على النتائج الأولية بطبيعة الحال للانتخابات بالنسبة للدائرة الانتخابية بالمضيلة والمصادقة على النتائج الفرز المحضر المركزي لجانب الهيئة الفرعية بقفصة وكذلك على الأصوات المصرح بها وعلى المقاعد المتحصل عليها نحن سننتظر ثلاثة أيام بتعبيعة الحال كأجال للطعون سيعلق اليوم القرار بمقر الهيئة المركزية ومقر الهيئة الفرعية بفوز ثلاثة أيام في صورة ماجا طعن ننتظر قارة المحكمة إدارية وفي صورة عدم وجود طعن تكون هناك أم مصادقة والإعلان على النتيجة النهائية للانتخابات الدائرة البلدية بالمضيلة وبلغ عدد المقترعين في هذه الانتخابات البلدية الجزئية أربعة ألاف وخمس مئة وثلاثة وثلاثين وذلك من مجموع ثمانية ألاف وتسعمائة وتسعة وستين ناخبا وناخبة مرسمين بالسجيل للانتخابي بدائرات المضيلة كانت معناها نسبة متع مشاركة طيبة تعتبر بالمقارنة مع النسبة العامة اللي هي وصلت الواحدة وخمسية في المياه ولاحظنا كذلك عدم وجود أي مخالفة من خلال التقارير المرفوعة لنا من قبل أعضاء رقابة الحملة واشرت الانتخابات البلدية الجزئية بالمضيلة يوم أمس في معدن استثنائيين بسبب تعطل المسار الانتخابي يوم 6 من ماي بهذه الدائرة في مقر وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي تم اليوم تسليم تجهيزات ومعدات طبية لفائدة 14 مؤسسة استشفائية ب6 ولايات داخلية عدد من هذه الصناديق المملؤة بالتجهيزات والمعدات الطبية ستتوجه لفائدة الوحدة الجهوية لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة بمدنين من أجل تعزيز الخدمات الصحية المقدمة إليهم معدات ممتازة جاءت في وقتها على خطر عندنا وحدة تأهيل للأطفال ذوي المعاقين ما يقارب على 120 تلميذ معاقين تم إدماجهم بالمدرسة الابتدائية نقصين المتريال العمل المتاحة هو عمل نفساني هو إدماج الأطفال نفسانيا إن شاء الله بقدرة الله والله عندنا للنجم ونقبله حتى الأطفال ذوي الإعاقة العضوية وستستفيد من هذه التجهيزات الطبية المقدمة في إطار تعاون تونسي ألماني 14 مؤسسة استشفائية ب6 ولايات داخلية وهي القصرين وجندوبة ومدنين والقيروان والكاف وجندوبة وهذا ما تريال بشمشي إلى مستشفيات مشمشي إلى مستوصفات مشمشي إلى تلبيت حاجات أساسية هم اللي ما تنجمش ميزانية الصحة اليوم بش توفرها دونك فما تكملة وفما دعم لكل البرامج اللي تعملها الحكومة عن طريق الميزانية عن طريق مثل هذه البرامج التعاونية لتعطي إضافة وتستجيب خاصة الحاجات الأساسية متاع اسبيترات متاعنا بعد الانتخابات البلدية نحن سنعمل أكثر مع أجهزة الحكم المحلي ومع المجتمع المداني وقد حددنا 64 مشروع قابلا للتنفيذ واليوم نتحدث عن 14 مشروع تتمثل في قاعات للإنعاش وقاعات إعادة تأهيل صحية ومعدات صغيرة تتجه كلها لدعم الجهات الداخلية وتبلغ كلفة تمويل هذا البرنامج قرابة 25 مليون دينار مع العلم أنها تشمل ولايتين إضافيتين وهما باجا وسلينا غادر رئيس الجمهورية الباجي قادي سبسي عشية اليوم تونس في اتجاه العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أشغال الندوة الدولية حول ليبيا التي تنظم فرنسا تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة وشاركوا في هذه الندوة الدولية ممثلون عن 20 دولة من رواساء الدول وحكومات من البلدان المعنية بالأزمة الليبية التوحيد الفوري للمنك المركزي الليبي والالتزام بدعم تشكيل جيش وطني والمواثقة على عقد مؤتمر سياسي الشامل خلال ثلاثة أشهر فضلا عن تبني ترتيبات ضرورية لإجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري هذه أبرز بنوت مسودة خارطة طريق سياسية من 13 نقطة من المنتظر أن ينقشها الفرقاء الليبيون غدا في ثاني مشاورات ليبية تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس في أقل من عام مشاورات تأتي بدعوة من رئيس الفرنسي إمانوال ماكرون وبمشاركة أهم القيادات المتنافسة في ليبيا وهم رئيس حكومة الوفق الوطني فايز السراج والقائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيل صلاح يسا ورئيس مجلس الدولة خالد المشري وقد وافق جميعهم وفق بيان لرئاسة الفرنسية على توقيع إعلان يحدد إطار عملية سياسية تنص على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية إذا أمكن قبل نهاية العام الجاري انتهى مشاهدين الكرام هذا اللقاء الإخباري أشكروا انتباهكم وإلى اللقاء